اهلا بكم مشاهدينا مرة تانية و 26 يناير 2012 منحب انفكركم ان اللي هتفوتوا فقرتنا او عايز يشوف اي فقرة من فقراتنا في اليوم ممكن شوفنا على اليوتيوب شانل بتاعتنا نهارك سعيد كلمة واحدة ورب بدل العين رقم 3 باللغة الانجليزية ممكن تتواصلوا معانا على تويتر او الفيسبوك نهارك سعيد بردو 26 يناير 2012 سنة ويوم عدوا على طورة 25 يناير 2011 الانطلاق من هتافي اللي واقف على الرصيف قولي فين حق الرغيف وافق المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الطورة مساء امس الاربع على البدء في اعتصام ببنان التحرير وعدد من ميادين مصر داعيا جموع الشعب المصري للمشاركة في مليونية العزة والكرامة يوم الجمعة الموافق 27 يناير للتأكيد على استمرار الطورة ومطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة الى سلطة مدنية منتخبة فأسر وقت ممكن وشدة بيان للتحاد على ان ما حدث في ميدان التحرير والميدان الاخرى في المحافظات هو خير واثبات ودليل على استمرار الصورة وعلى ان اهداف الشعب المصري سيستكمل صورته حتى تتحقق جميع مطالب الصورة وتنفيذ كامل اهدافها البيان اشارك لان غرفة عمليات اتحاد شباب الطورة اكدت على عدم حدوث اي تجاوزات والتزام جميع المسيرات بالقطار السلمي ووصول الاعداد المشاركة في كل مسيرة من المسيرات اللي خرجت في اغلب شارع مصر الى عشرات الالاف ووصول الاعداد الى عدة ملايين بميدان التحرير وميدان مصر الاخرى بالمحافظات ده كان محتوى البيان هنتكلم عن المستجدات الاوضاع من خلال ضفننا النهاردة هيكون معنا استداز محمد الشماء كاتب الصحفي باخبار اليوم صباح الخير يا فاني صباح الخير في البداية عايزين نعرف تعليق حضرتك على احداث 25 يناير 2012 وسنة بعد الثورة حضرتك شفت المشهد مبارح ازاي في ميدان التحرير او ميدان التحرير في مصر يعني في 25 يناير 2012 بعد عام من انطلاق صورة الشعب المصري الصورة السلمية الصورة الرائعة بتؤكد على ان الصورة مستمرة بالرغم من مرور هذه المدة لان الصورة لم تحقق اهدفها بعد واصرار الصوار والمتظاهرين وكل فئات الشعب المصري على ضرورة تحقيق اهداف الصورة اللي بتتمثل فيه شعار الصورة اللي تم رافع اللي هو عيش حرية كرامة عدالة اجتماعية لان هذه الاهداف لم يتحقق منها شيء اولا كان النظام كانت الهتفات بالامس ضرورة تسليم السلطة لسلطة مدنية منتخبة تطهير المؤسسات الدولة من النظام الفاسد باكملها محاكمة قتلة الشهداء والصوار كل هذه الاهداف العدالة الاجتماعية لم تتحقق هذه اللحظة لم تتحقق منها شيء على الاطلاق بل على العكس هناك مشاكل اضيفة الى اه ابناء الشعب المصري وبيعانوا منها وبيحاول البعض ان يلصق هذه المشاكل والعقبات والكوارث الى ان هذه نتيجة الثورة وهذا غير صحيح على الاطلاق ده كان جزء من تشويهة يعني دي بيأتي في اطار محاولات تشويه الثورة فزي ما قلت لحضرتك ما حدث بالامس واليوم وما سيحدث غدا بيؤكد وبيعني بيؤكد اصرار الشعب المصري بكامل طوافه على ان الثورة مستمرة حتى يتم تحقيق اهدافها واول اهداف هذه الثورة هو القصاص ونقل السلطة الى سلطة مدنية منتخبة اه خلينا نوف عند النقطتين دول يا فندم لانه يعني فيه جزء كبير من الناس اللي نزل المبارح كان بيتكلم عن المحاكمات وانه يعني يمكن مرافعة استاذ فريد الديب فيه كثير من كلامها استفازنات كثيرة وتم رفع بعض الدعاوي ضده والجزء التاني انه حضرك قلت احنا قلنا القصاص وحقوق الشهداء يمكن برضو لغاية دلوقتي حقوق الشهداء ما 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 حصل لاش حاجة يعني لو تكلمنا عن حقوق الشهداء والمصابين والجرحة للأسف الشديد هناك الكثير من الشخصيات السياسية والأحزاب السياسية وبعض الذين يحاولوا المتاجرة بالصورة وجرح السورة بيتجروا بأرواح الشهداء والمصابين والجرحة والأسف الشديد يتجروا بهم للحصول على مكاسب سياسية ومحاولة اختطاف الثورة لكن للأسف الشديد وجدنا أبسط مثال النائب المحترم أكرم الشاعر وقف في أول يوم في اجتماع البرلمان المصري بعد انتخابه وحكى مأساة أبكت المجلس وأبكت شعب المصري لأن ابنه أحد المصابين في هذه الثورة الثورة النبيلة الثورة السلمية وناله 200 طلق ناري في جسده تخيل حضرتك شاب طبيب ناله هذه الطلقات في كل جسده 200 طلق يعني 200 طلق 200 إصابة في جسده وحتى لم تفعل له لا 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 الحكومة فعلت له شيء ولا المتاجرين بألام الشهداء والمصابين فعلوا له شيء ولكن وأقسم أمام البرلمان قال له لم يتلقى قرش واحد من الحكومة أو أي سلطة في الدولة وهو لا يطلب ذلك لكنه يصر على القصاص وهذا مطلب عادل طب خلينا نتنقل بقى لمرافعة السفريد الديب وما أثار استياء عدد كبير جدا من الشعب المصري وهو رفع بعض الدعاوة عليه لأنه يعني في مؤشرات بتقول أنه يعني كأنه الرئيس المخلوع هو البريء والشعب هو الملام بالتأكيد يعني لو إحنا خرجنا من يعني الانطباع العام لو أي مواطن أو أي مشاهد أو أي متابع لهذه المحاكمات الهزلية يخرج بانطباع أن الشعب المصري هو الذي أجرم في حق رأس النظام السابق وتأكد تماما أنه ملاك وأنه يتشبهه بالرسول عليه الصلاة والسلام وأن الشعب المصري هو الذي أجرم في حقه وتناسى تماما سلسون عاما تم فيها تجريف المصر والقضاء على شبابها وطموحات شبابها ونهب صروتها والتنكيل بكل المعارضين وحرمان الشعب من الحرية والديمقراطية وحرمانه وجيوش ملايين من طوابير البطالة وانخفاض مستوى المعيشة ويعني أبسط حقوق الإنسان تم انتهاكها طوال هذه العقود السلاسة وللأسف الشديد يقف الأستاذ فريدي الديب ليباهي بإنجازات رأس النظام المخلوع ويؤكد أنه ملاك يستحق الإشادة به وإقامة التماثيل تخليدا لهذه الفترة السوداء التي حكم فيها مصر أنا بتصور أن ما فعله الأستاذ فريدي الديب هو محامي وله العزر في أن يختلف وله أتعابه وله أتعابه وتقاد الملايين وتقاد الملايين هذه الملايين من أموال الشعب المصري أيضا فأنا بتصور أن جرائم النظام السابق لا تحتاج إلى تحقيق ولا محاكمات فهي درائم ظاهرة وواضحة للعيان طب أستاذ محمد ماذا تقول في بعض المطالبات أنه مجلس الشعب مش وفروض أنه هو يكون لجانة تقصيحها بل يصدر تشريعات بمحاكمات خاصة للرئيس لأنه لا يجوز محجمة القائد الأعلى السابق لقوات المسلحة والقائد الأعلى للشرطة على أساس محاكمة جنائية عادية أنه ليس شخصية عادية حتى يحكم بالمحاكمات الجنائية مع التناقض طبعا أنه المدنيين يحكمون عسكريا ولسه تم الإعفاء من قريب والمشير تنطوي أعفى عن حوالي 9500 شخص كانوا بيحكموا عسكريا يعني بعيدا عن القانون وأساتذة القانون وخلينا نتحدث بالنواحي الإنسانية أو الأخلاقية أو أي شيء آخر زي ما ذكرت لحضرتك أن هذه الجرائم لا تحتاج إلى تحقيق سواء كان ارتكبها وهو قائد أعلى أو قائد للشرطة مجلس أعلى للشرطة أو هو رئيس مدني أو هو إنسان حتى لو كان إنسان بدون كل هذه السلطات لا يحق له أن يرتكب مثل هذه الجرائم حتى لو جردناه من كل الرتب العسكرية ورئاسته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئاسته للمجلس أعلى للشرطة وكونوا رئيسا مدنيا للبلاد فكل هذه الوظائف لا تحميه أو لا تعطيه الحق في أنه هو يصمت أو يسكت عن عملية الشهداء الأبرار والإصابات اللي بالألاف وعمليات التدمير كل هذه الجرائم التي تم ارتكابها ويحاسب على أنه حصل على فيلتين بشرم الشيخ بأقل من ثمنهم ده استفزاز لمشاعر الشعب المصري ودي إهانة وده امتهان لعقول ولتاريخ الشعب المصري ولحضارة الشعب المصري فالأستاذ فريد الديب يعني ارتكب حماقات وارتكب جرائم شديدة جدا في حق هذا الشعب ويعني أنا بتصور أن رفع القضايا عليه لن تؤخر ولن تقدم لكن يكفي يعني ما فقده الأستاذ فريد الديب من احترام من الشعب المصري والتقدير لمهنة المحامات يعني هناك محامون كسر رفضوا تولي مهمة الدفاع طيب خلينا ما نحاولهاش إلى شخصان فريد الديب نفسه هو محامي كبير وله احترامه وإذا أراد أنه يرد طبعا له حق الرد خلينا ننتقل لأحد أهم مطالب الميدان وهي التسليم الفوري للسلطة من المجلس العسكري لكن هو السؤال دايما إلى أمان وفي هذا الإطار تم الإعلان رسميا أمس أن الجيش سوف يعود إلى تكناته يوم 30 يونيو حالك بما ستفسر هذا الإعلان وحالك شايف المطلب بتسليم السلطة الفوري من اللي بيطالب به الميدان طب المجلس العسكري يسلموا لمن؟ ده رئيس مجلس الشعب ولا يسلموا لمن؟ طبعا لأنه خصوصا أنه دستور 71 اللي كان فيه وسلم ده رئيس المجلس الشعب فهو سقط بالتأكيد يعني ما أوصلنا إلى هذه الحالة والوضع الشائك اللي احنا وصلنا إليه ده كله كان نتيجة مباشرة لما تم البدء عليه والبناء عليه من استشارة السيد المستشار طريق البشري بالدخول إلى الانتخابات البرلمانية مبكرا وعمل الاستفتاء اللي تم الموافقة عليه ثم انقلب على هذا الاستفتاء وتم إصدار استفتاء إعلان دستوري جديد لغى ما قبله وبعد ذلك دخلنا في الانتخابات ودخلنا فيه متاهات كبيرة جدا كل لأن ما بنى على خطأ فيانتج عنه خطأ طبيعي وما بنى على باطل فهو باطل فإحنا دلوقتي قدام مشكلة هناك عدة مطالبات وعدة سيناريوهات لعملية تسليم السلطة تسليم السلطة يجب أن يتم تسليم السلطة إلى رئيس منتخب انتخاب من الشعب وتم تحديد جدوى الزمني واعتقد أنه كانت تمت الموافقة عليه في حين اللي هو على مقتضاه تسليم السلطة في تلاتين ستة القادم بإذن الله لكن نظرا لأنه الفترة السابقة كلها اللي فاتت دي وإحنا مر عام على الصورة الشعب المصري لم يرى شيء يتحقق على أرض الواقع ملموس من أهداف الصورة سوى ما تم من انتخابات برلمانية وطبعا كان بداية الصورة هو خلع النظام السابق لكن كل أهداف الصورة البقية لم يتم تحقيقها لا لحد الأدنى للأجور تم تحقيقه وهناك عدد من القوانين صدرت مرسيم بقوانين يعني أقل أهمية وهناك قوانين مثلا زي قانون بناء دور العبادة فننتظر حتى تحدث كارثة أخرى وبعد إنه لحن طلع قانون دور العبادة يعني كان هناك حاجات عاجلة لم يتم إصدارها أيضا هناك مشاكل فيه النواحي المعيشية طوابير متجاز طب هو السؤال الآن دلوقتي حليم يعني المطالبة التسليم الفوري للسلطة من المجلس العسكري لمن؟ هناك عدة سيناريوهات هناك عدة سيناريوهات أن يتم تسليم السلطة إلى رئيس البرلمان الدكتور سعد الكتاتني تسليم السلطة تبقى للدستور 71 على أن يتم إجراء انتخابات خلال 60 يوم إبقى إحنا أي كده قدامنا شهرين أو تشكيل مجلس رئاسي أو عمل إجراءات عمل انتخابات عاجلة في فتح باب الترشيح في إبريل القادم فأنا بتصور إن المسألة يعني هناك فرق شهر أو أقل أو أكثر من الإعلان والجدول الزمن اللي تسليم السلطة في 36 وما بين السنريهات المختلفة الأخرى اللي هي بتقول تسليم السلطة لرئيس البرلمان وإجراء انتخابات خلال 60 يوم أو تشكيل مجلس رئاسي فأنا بتصور هذه الحلول أو السنريهات المطروحة يجب أيضا أن تعرض على البرلمان بصفته المؤسسة الدستورية القائمة والمنتخبة من الشعب انتخاب حر وهي تاخد فيها القرار وهناك أيضا المجلس العسكري يعني حكماء هذا البلد والمؤسسات اللي تم بنائها وإقامتها وعلى رأسها البرلمان المصري ينبغي أن يكون لها رأي وأعتقد إذا كان هذا الرأي معبرا عن جموع الشعب المصري أعتقد أنه حيلقى القبول من الجميع طيب ما تعليق حضرتك على اختفاء الفلول إن بارح هل لأنهم أصبحوا متأكدين من براية مبارك بعد المرافعة العصماء لأستاذ فريدي الديب أم لأنهم أصبحوا يخططوا لمهو أسوأ يعني في الأيام القادمة لا محدش يعني خلينا نتكلم بصراحة احترمنا الكامل لسيادة القضاء محدش يعرف أو يعلم هل إذا كان الرئيس السابق حيحصل على البراءة أو حيحصل على إدانة من عدمه فعلى هذا الأساس ما بيتمش إعداد خطة تحركات سواء كان أتباع نظام السابق أو من هم على شكلته أو أي طيار سياسي آخر أو أي قوة سياسية أخرى لكن ما حدث بالأمس كان صورة رائعة وكنت يعني أحد المتنبئين والواثقين مثل مثل الكثيرين من أبناء الشعب المصري أن هذه التظاهرة وهذا الاحتفال وهذا الإصرار على استمرار الثورة كان سيحدث في جو رائع جو وطني جو كله بالحفاظ على اختفى ميدان العباسية مبارح بالتأكيد أنا زي ما بقول لحضرتك لأنه الشعب المصري ده منظم اتجاه ميدان العباسية بتبقى معروف أنها منظمة بتتنظم قبلها زي أنا بقول لحضرتك برضو اللي حصل في الانتخابات ما هو برضو الشعب المصري أسقط الفلول في الانتخابات ما حدش منهم نجح في الانتخابات وكان بني نادي بإصدار قانون القانون الغدرة أو قانون الإفساد السياسي لم يصدر مثل هذه القانون كما ذكرت لحضرتك أيضا لكن الشعب بوعي وحسه السياسي نفذ القانون دون أن يصدر هناك أيضا ما حدث بالأمس لأن كل الطائرات السياسية وكله كانوا حريصين على استبعاد البلطجية والفلول وكل من له يعني أمل في إفشال هذه الصورة أو تفرغها من مضمونها أو إبعادها عن مصارها طب هلت أتقدم أنه من إلغاء حالة الطوارئ ده هيخفف من حدة التظاهرات في المجلس العسكري حقول لحضرتك حاجة الشعب أيضا أسقط قانون الطوارئ مع قيام السورة وقانون الطوارئ كان قبل ما يتم إسقاطه في هذه المرة الأخيرة كان برضو قالوا أنه حيتم إسقاط القانون إسقاط الطوارئ قانون الطوارئ فيما عاد حالات الإرهاب والمخدرات والبلطجة القرار الأخير الذي تم إصداره إلغاء قانون الطوارئ فيما يخص فقط البلطجة أنا أتصور كلمة قانون الطوارئ دي كلمة سيئة السمعة ويعني بتوجد حساسية شديدة جدا للشعب المصري خاصة القوى السياسية اللي بتعمل في مجال السياسة لأنه كان هذا القانون بيتم استخدامه استخدام سيئ جدا جدا فلماذا لا نلغي قانون الطوارئ بالكامل ونصدر قانون لمكافحة البلطجة وقوانين موجودة وأساس القوانين الموجودة القوانين العادية تستطيع أن تواجه البلطجة وتحدي منها تماما وإذا كان هناك أو إذا كان هناك يعني بد من إصدار قانون للبلطجة فنحدد ما هي البلطجة وما هي أعمال البلطجة ومن هو البلطجي ونصدر قانون لمكافحة البلطجة فقط ونبتاعد تماما عن قانون الطوارئ اللي عشنا فيه سنوات طويلة سيد محمد لأن وقتنا نخلص خلينا سألك آخر سؤال عندي ما هو تعليق حضرتك على وصف صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في الزكرة الأولى للصورة بأن فوز الكتاتني برئاسة أول مجل الشاب في مصر بعد التورة بأنه على مفارقة في مسيرة التحول لتشهد جماعة الإخوان المسلمين من جماعة محظورة إلى تنظيم سياسي يعني جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة والزراع السياسي للجماعة هذه الجماعة لها تواجد كبير جدا في الشارع السياسي المصري وفي كل على كل أرض مصر منذ عقود طويلة وتحملت من الضربات القاسية ولكنها لديها خبرة كبيرة جدا ولديها أرضية في الشارع المصري وتستطيع أن تلعب سياسة بزكاء ودي النتيجة الطبيعية نتيجة هذه الانتخابات دي نتيجة طبيعية عن حجم وتواجد الإخوان المسلمين في مصر وأنا بتصور أني ده شيء أحد نتائج صورة 25 يناير أني إدت حرية كاملة لكل الطائرات السياسية وفي النهاية هو نيورك طبعا كانت معلقة تحديدا أكتر على أنه فوز الكتاتني برئاسة أول مجلس شعب ده يشكل علامة فارقة بالنسبة لتاريخ الجماعة وأنهما بيلعبوا سياسة لأنه دي هما خادوا رئاسة مجلس الشعب يعني بشكل ما هما ليهم يعني ليهم مش عايزين ليهم تواجد كبير في الماء في البرلمان وعدد لهم يتمتع من 44 إلى 47 في الماء من الأعضاء البرلمان إلى جانب القوة السلفية فأعتقد أن ده كانت يعني نتيجة فوز الكتاتني دي تركامة حقيقية لتواجد الطيار الإسلامي وعلى رأسه الإخوان المسلمين في البرلمان وفي الشارع المصري أيضا الكاتب الصحفي أستاذ محمد الشماء نورتنا يا فندم ونتمنى نتقابل في ظروف أحسن شكرا مشاهدين دي كانت فقرتنا فقرتنا في نارك سعيد لسه مستمرة لكن بعد الفاصل تابعونا